أصوات يقدم لكم هذا البرنامج من طرف ماكسيس ماكسيس هاد السباح اختارت لكم القصة ديال ليلى من مدينة تطوان لأم الجوج ديال بن نوتات اللي غادي تعاود لنا كيفاش بفضل بنياتها قدرت ترجع للدراسة ديالها وتكملها وتاخد تحدي كبير ليلى معايا على الخط صباح النور من تطوان صباح الخير في سنة أشخبارك ولبس عليك لابس الحمد لله ومتمن بيانين الحمد لله الله يبارك فيك صباحتم زيان نهاركم مبروك الله يبارك فيك علينا وعليك علينا وعليك ليلى أنا خديت القصة ديالك من الجروب ديالنا ستة الحبايب اللي من خلاله كل أم كتحكي لي كيفاش الأمو مغيرت حياتها وشنو كتدر من أجل ولداتها واللي طبعا كل شهر كنقدم لكم في هدايا مع ماكسيس وراديو أسوات وانا كنقول لكم مرحبا بك شكرا على هذه المبادرة وشكرا على البرنامج ديالك اللي كن يزيد بالمرأة المغربية دايما نحو الأمام وشكرا ماكسيس على الدعم دياله وشكرا جميع المتتبعات ديال البرنامج وديال راديو أسوات تيا تزوجتي كثير من الفتيات المغربيات ومع الزواج وقفتي الدراسة ديالك من بعد سخر الله والتي البنوتة اللولة تسنيم اللي عندها اليوم 13 سنة ومن بعد الإبنة الثانية نور اللي اليوم عندها 10 سنين شنو اللي غيرت في حياتك الأمومة؟ الأمومة هي واحد المرحلة اللي كترتاقي بنا الأمومة أنا غيرت في غزاف ديال الأشياء كانت سابب باش تحي في واحد البدرة ديال الطموح باش نحقق شيئ أسياء من أجل ولادي ومن أجل نفسي بالأمومة نحقق واحد الحلم اللي كان كيبدو أنه مستحيل أنا اليوم بغيتك تقسمي مع كل النساء اللي كيتابعون على راديو أسوات هاد الحلم وكيفاش بفضل تات سنيم ونور شنو درتي من أجلهم؟ أنا ككل أم إحنا ملزانين أمنحنا نراجعهم على الوليدات ديالنا ونعطيهم أحسن معدنا كنت كنحس عندي ذاك النقص دائما في المدات ديال اللغة الفرنسية دائما كنت 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 تصل بشي الأخ ديالي الأخ ديالي باش تشرح لي ولا نزيد سويا يعني ولا ديستونترو هاد كنحس نظرات بنتي أنا أنسى في سفات مرضياش على ذاك اللغة وقال بنتي ونكن طلبي المساعدة باش نشرح لها أنا قدرت أنني نسجل في الكلية علما أنك أنت حاصلة على الباك سجلت في الكلية ديارة من دولانك فرنسيز ديارة الجانعية في الثلاثينات بدك النطج بدك المسؤولية لليالتار ديال الولاد وديالمسؤولية أنك خطيتي واحد لشخص ديالي ذات يود بواحد لرسبنسابيليتي بواحد الحامس ومخصك شي تفشل حتى في ميدان وتعمل لي كيلبغ بيناتهم بجوج ودفعت المستر مباشرة وحتى هو خطيته المنسيون خطنت في المدرسة خاصة سنوية دين بنتي باش شفتني فرحات الأم ريالة حتى هي أستاذة ولكن باش ندفع عند دكتورك كنت مضطرة أني نوقف مع المؤسس قبيلة هضرتي قلتي مرضيتيش بالنظرة ديال بنتك اليوم بنتك كيفاش كتنظر ليك آي بخياخ فخورة والله العالم فخورة عرفتي كنحس بها كنحس بالبنات بجوج بنات بجوج أنا كنشوفوا فيك ذلك الأم النموذجية أنت أحسن أم ماما وانت كتفراح وانت كتفهان أكثر يعني كتلقى في يدك شي اللي كتبحث عليه يمكن أنا أعطيك واحد القدوة حياتها أنا أعطيتني بنتي واحد القدوة إذا أنا إن شاء الله وكم من ربي الحق في الدكتورة بغيت بنتي تفوتني هي بيدي أبغت أنها تفوت هذه المستاوهات كندفع ديالك والتحفيز ديالك هو بنياتك طبعا طبعا كلمة آخيرة ليلى شنو تقول لكل أمهات وكيحتنيوا بالأسرة ديالهم وكيطوروا من حياتهم بس توفق بين الناجح ديالك والناجح ديال الأسرة فعلا تسمى الأم هي رمض التضحية ورمض العطاء وإحنا من أجل ولادنا رمضا ونعطيو حياتنا يكا اختصانة أكيد ما فيها شك حياتنا نعطيوها من أجل ولداتنا والله يضهمها عليك فرحة والله يحفظ لك تسنيمه نور والافتخار ديالبنياتك احنا هات الصباح غادي نشاركوهم فيه لأنك تبارك الله عليك أم وستي الحبيب معنى الكلمة لأنه فين ما كينا الأم كي الحب والرعاية والحماية ماهلك للغير تلتحقي بينا وتنضمي لنا على الجروب ست الحبيب عبر صفحة رسمية ديالي سناء الزعيم أصوات قدم لكم هذا البرنامج من طرف ماكسيس ماكسيس شوفوا شهادة والأصوات